قام سيد شريف شرقاوي القنصل العام للمملكة المغربية بإشبيليا بزيارة تفاقودية لإحدى المزارع الفلاحية بمدينة الويبا الواقعة جنوب إسبانيا حيث تشتغل حوالي 1200 عاملة مغربية في جني الفواكه الحمراء في إطار برنامج التعاون بين المغربي وإسبانيا عيالات خدامين فرحتهم مزيان مفرين لهم كل شي تانياً كان جوجبنات اللي مكلفين بالديور اللي كي يديهم الديور اللي لا يخصوا مش حاجة في الديور يديهم يتقضوا كذلك كان طبس كي يديهم الحمد لله الحمد لله هذه الأمور لها الساعة الحمد لله مزيان كنتمنات فقال الأمور لها السعادة نحن جد سعداء بالتعاون مع الحكومة المغربية ومع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات نسعى لتطوير روابط الشراكة مع المغرب وللاستفادة أكثر من خدمات العاملة المغربيات وخلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار العناية الخاصة التي توليها الحكومة المغربية لهذا الملف وسهرها على تتبع أحوال العاملات المغربيات استفسر القنصل العام عن ظروف عمل وعيش المزارعات المغربيات بالمقاولات الفلاحية الإسبانية كما تدارس السيد شرقوي مع القيمين على الشركة والسلطات المحلية بولبة سوء لتحسين ظروف عمل واستقبال الميومات وتمكنهن من كل وسائل الرحى خلال مدة إقامتهن بالديار الإسبانية